موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية وهي مهارة القراءة الجزء الأول في حديقة الحي من الوحدة الأولى أخلاقي سنتعلم اليوم قراءة الدرس قراءة جهرية سليمة واستنتاج المعنى العام للنص دعونا نرى هذه الصورة ماذا تشاهدون في الصورة؟ فكروا معي ماذا تشاهدون؟ أنا أشاهد حديقة جميلة أحسنتم ماذا أيضا؟ ماذا يوجد في الصورة؟ ماذا يوجد في الصورة؟ هيا فكروا معي رائعون أنا أرى أمّا وماذا أرى أيضا؟ طفلتين رائعون هل ذهبتم يوما إلى الحديقة؟ هل يوجد في حيكم حديقة؟ نعم أنا أيضا أذهب إلى الحديقة في حينا حديقة حديقة جميلة يلهو بها الصغار جميلة الأزهار ماذا نفعل إذا عند ذهابنا إلى الحديقة؟ ماذا نفعل في الحديقة؟ ماذا تفعل يا حمد؟ جاسم ماذا تفعل؟ هيا يا نور فكري هل اشتقتم إلى الحدائق؟ رائعون نلهو ونلعب ونمرح مع أصدقائنا نتناول الطعام اللذيذ اليوم درسنا هو درس القراءة وكما تعلمون يوجد معايير للقراءة دعونا نتعرف على معايير القراءة معا وضوح الصوت التعبير عن المعنى وضوح مخارج الحروف مراعاة علامات الترقيم ها هي المعايير هيا أيها الرائعون افتحوا الكتاب على صفحة رقم 30 القراءة في حديقة الحي ذهبت سلمة مع والدتها إلى حديقة الحي وأخذت تلعب مع صديقتها هدى وبعد قليل نادت أم سلمة 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 تعالي نظرت سلمة إلى أمها واستمرت باللعب تعجبت هدى وقالت أمك تناديك وعليك طاعتها واحترامها ردت سلمة أنا مشغولة باللعب قالت هدى تعلمنا في المدرسة أن طاعة الوالدين سبب لدخول الجنة ونيل رضى الله تعالى وأن الإسلام أمرنا بطاعتهما والإحسان إليهما شعرت سلمة بالخجل لأنها تجاهلت نداء أمها وأسرعت تعتذر إليها ثم عادت ومعها حلوى اللقيمات فرحت الفتاتان وتابعتا اللعب وبهذا يا إعزائي نكون قد أنهينا قراءة النص هل أعجبكم؟ عن ماذا كان يتحدث هذا النص؟ ما رأيكم أن نقوم باستنتاج المعنى العام للنص معان؟ من خلال الإجابة على الأسئلة سؤالنا الأول ما عنوان النص؟ ما عنوان النص؟ هيا فكروا معي رائعون عنوان النص في حديقة الحي نجيب على السؤال الثاني ما الموضوع الذي يخبرنا النص؟ ما الموضوع الذي أخبرنا به النص؟ رائعون يخبرنا النص عن أهمية طاعة الوالدين وبرهما سؤال آخر لنستنتج المعنى العام للنص عما يتحدث النص؟ عن ماذا كان يتحدث النص؟ هيا فكروا معي رائعون تحدث النص عن أهمية طاعة والدينا فهما سبب لدخول الجنة إذن هل توصلتم للمعنى العام للنص؟ فكروا قليلا ستعرفون المعنى العام للنص في حديقة الحي ما هو؟ هم؟ هيا يا حمد المعنى العام للنص أهمية طاعة الوالدين والإحسان إليهما إذن هل عرفنا المعنى العام للنص؟ دعونا نتأكد ما المعنى العام للنص في حديقة الحي؟ جمال الحديقة في قطر؟ أهمية طاعة الوالدين واحترامهما؟ اعتذار سلمة من صديقتها؟ برأيكم ما الإجابة؟ هم؟ نعم رائعون أهمية طاعة الوالدين واحترامهما؟ إذن يا أحبائي يجب علينا جميعا أن نطيع والدينا ونحترمهما فهما سبب لدخورنا الجنة إلى هنا نكون قد أنهينا الجزء الأول من درسنا المميز لهذا اليوم في حديقة الحي أعزائي لا تنسوا التدربة جيدا على قراءة الدرس ولا تنسوا يا صغاري أداء واجب اليوم وهو نسخ الفقرة الأولى في دفتر النسخ بخط مرتب ونظيف وحل التدريب في الكتاب المدرسي صفحة رقم 32 السؤال الثالث الفهم والاستيعاب إلى هنا يا أعزائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم وهو قراءة الجزء الأول من درس في حديقة الحي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر